موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته وعزائنا المشاهدين إنما كنتم أهلا بكم نشرة إخبارية مفاصلة من تلفزيون الجيبوتي نستهلها بأبرز العنوين اجتماع للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء للمصادقة على تقرير حول الحكم الرشيد في إفريقيا البنك الدولي يتوقع انتعاشا نسبيا للنمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء في العام الحالي 2023 تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون الجيبوتي أهلا بكم إنعقد يوم أمس الخميس في فندق كامبسكي بلاس اجتماع للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء للمصادقة على تقرير حول الحكم الرشيد في إفريقيا وستمتد أشغال هذا الاجتماع لمدة ثلاثة أيام للمصادقة على التقرير ويعد هذا الحدث مهم للقارة الأفريقية حيث إنه يقيم حالة الحكم الرشيد في المنطقة وسيقدم التقرير الذي سيتم نشره في عام 2023 تحليلا شاملا للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا مع التركيز بشكل خاص على مسألة حقوق الإنسان وعقدت لجنة التقييم المكونة من ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي اجتماعا لمدة ثلاثة أيام في جبوتي لمناقشة التقرير والانتهاء منه وشارك في هذا الاجتماع الخبراء والأكاديميون وممثل منظمات المجتمع المدني لتقديم مناقشات وتعلقات حول التقرير كما ستستمع اللجنة إلى ممثلي مؤسسات الاتحاد الإفريقي مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن التقرير يعد التقرير أداة مهمة لرصد وتغييم التقدم المحرز في الحكم الرشيد في أفريقيا ويصلط الضوى على التحديات وكذلك الفرص الرئيسية لتحسين الحكم الرشيد ألقى الأمين التنفيذي لمنظمة الإيقاد الدكتور واركين جبيو كلمة أقال فيها إن هذا التقرير هو أحد الوثائق التي تقيم تطور سياسي الديناميكي والذي تم انجازه في القارة الأفريقية خلال العامين الماضيين هذا ألقى معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي النادق الرسمي باسم الحكومة سيد محمود علي يوسف كلمة أشار فيه مستهلها لأن التقرير هو أداة لتقييم الحكومة العضاء أو الحكومة العضاء في الاتحاد الإفريقي إن التقرير حول الحكم الرشيد في أفريقيا 2023 هو أداة أنشأها مجلس رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي في عام 2019 لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وأشيد بالدول الستة التي أنشأت هذه الآلية حيث أجروا مراجعات هادفة إلى تقييم الدستور وحكم الدولة والنزاهة والانتخابات الديمقراطية إن هذا التقييم سيوفر فهما شاملا للتحديات التي تواجه بعد البلدان الأعضاء إنني مقتنع أن هذا الاجتماع سيقدم مجموعة واسعة من التوصيات للحكومات ومعالجتها والاستجابة لها بشكل فعال وأشدد على أنها لن تكون مهمة سهلة لأن كل موقف يختلف عن الآخر وله أسباب جذرية وتاريخية ومتعددة الجوانب وأختم كلمتي بالتأكيد على أن الاتحاد الأفريقي وكافة أجهزته وآلياته تعمل جاهدة لتحقيق أهداف الاستقرار والحكم الرشيد والازدهار الواردة في أجندة 2063 تتواصل اليوم الثاني على التوالي أشغال اجتماع الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظر للمصادقة على تقرير حول الحكم الرشيد في إفريقيا في فندغ كامبيسكي إبالاسا ويعد هذا الحدث مهم للقارة السمراء لأنه يقيم الحكم الرشيد في الحكومات العضاء في الاتحاد الأفريقي ويقدم التقرير الذي سيتم نشره في عام 2023 أي هذا العام تحليلا شاملا للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا مع التركيز بشكل خاص على مجال حقوق الإنسان وعقدت لجنة التقييم المكونة من ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اجتماعا لمدة ثلاثة أيام في فندغ كامبيسكي بلاس حيث شارك فيها الخبراء والأكاديبيون وكذلك الممثل منظمات المجتمع كما ستسمع اللجنة إلى ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن هذا التقرير إلى محافظة الدخل رعى معاني رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد يوم أمس في محافظة الدخل حفل المكرسة لتوزيع الشهادات على الفائزين في مشروع تمكن الشباب في مجال رياية العمل المعروف باختصار بفارج وقد أطلق دولة رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزير التشعور الاجتماعي والتضامن سيد أولوف أسمع العبد أطلقوا في هذا الإقليم فعاليات أصبوع التضامن الوطني وقد أنجزت في اليوم الأول من هذه الفعاليات أنشطة اجتماعية متعددة ضمن أصبوع الوطني للتضامن الاجتماعي في الدخل وتندرج هذه الأنشطة رغبة الحكومة في جعل العمل الاجتماعي على رأس أولوياتها وبناء على ذلك ترأس الرئيس الوزراء إلى جانب وفد رفيع المستوى في حمل تسليم الشهادات للفائزين بمشروع تدريب الشباب على ردائة الأعمال وقامت الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية عبر مشروع تمكن الشباب بدعم الشباب القاتلين في هذه المنطقة ويساهم هذا المشروع في تدريب الشباب على ردائة الأعمال حيث تم اختيار 150 شابا من حاضرة الدخل والنواحي الفرعية لتنفيذ أنشدة اجتماعية من جهتها لفتت وزيرة شؤون الاجتماعي والتضامن سيد أولوف إسماع العبد في كلمتها لانتباه إلى الجهود التي تصحيق الإشادات ضمن السياسة الحكيمة التي ينتهجها في خامة رئيس الجمهورية كما حرستو كالعادة تحتفل وزارة شون الاجتماعي وتضامن بالأسبوع الوطني للتضامن وتعد منطقة الدخل الخطة الأولى لجولتنا في مجمل الأقاليم الداخلية واليوم يتضمن الوفد الحكومي إلى جانب رئيس الوزراء الوزراء القطاعي والذين أشكرهم على المشاركة معنا تمتد سنوات عديدة تقوم الوكالة الجيبوتية لتنمية الاجتماعية تابعة لوزارة بقيادة رئيس الجمهورية الحاج إسماع العمرقلي بالعديد من الأنشطة التي تطال كافة المجالات ذات سلة بالتضامن وأود بهذه المناسبة لفت الانتباه إلى بعض الأرقام التي تستحق الإشادة لسياسة الحكيمة التي انتهجها فخامة الرئيس الجمهورية وإشادة خاصة لإقليم دخل كما تعلمون فإن هناك نسبة كبيرة من السكان الإقليم يعانون من الفقر نظرا للكثافة السكانية ومن هذا المنطلق ينشط صندوق الشعبي للدخار والقروض في منطقة فقد كنا قبل أقل من شهر بخصوص مشروع تحويلات النقدية استجابة لطالب السكان بزيادة العدد إلى أكثر من 1500 وإدراج ناحية يبكي في المشروع وكذلك تمكينها الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والغدائية ولا بد في هذه المناسبة أن أبشركم بأننا قمنا بزيادة عدد المستفيدين من التغضية في التحويلات النقدية من 1500 أسر إلى 6000 بنسبة لقليم دخل وهذا ما يسمى نحو 28 ألف شخص من الحصول على المساعدة الغدائية وتأتي هذه الخطوة على خلفية النداء الذي أطلق رئيس الجمهورية مؤخرا في عقابي موجة الجفافة حيث نجحنا بحمد الله بحجد الموارد اللازمة من جانب الشركاء فضلا عن الوزارات الخاصة بهدف تقديم الدعم للأفراد الذين يعانون من إنعدام أمن الغدائي على هامش زيارتها إلى إقليم الدخل في جنوب البلاد توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعي والتضامن أسيدة ولوف إسماعيل عبدو برفقة وزير البنى التحتية والتجهيزات أسيدة حسن حمد إبراهيم وبالإضافة إلى والد إقليم واللواب المنطقة توجهوا إلى ناحية جوبكي للوقوف عن قرب على الحياة المعيشية لأهالي الناحية وفي مستهد زيارة عقدت الوزيرة ولفض المرافق لها اجتماعاً إعلامياً مع ممثل المجتمع المدني وذلك بهدف منقشة أوضاع هذه الناحية جوبكي وهضيت الوزيرة باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل السكان هذه المنطقة حيث تم خلال هذا الاجتماع رزد احتياجات السكان خصوصاً في مجالات اختصاص وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن إضافة إلى تصريض الضوء على المشاريع الاجتماعية التي هي قيد الإنشاء وتجدل الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة ولوف إسماعيل عبدو إلى الناحية جوبكي تندرج في إطار الأسبوع الوطني للتضامن الاجتماعي والذي أطلقته وسائلة الشؤون الاجتماعية والتضامن خلال هذا الشهر وفي مداخلة له قدم وزير التجهيزات والبنى التحتية وزير الإقليم أسيد حسن الحمد أراهيم أهالي جوبكي شكره على الترحيب الحار الذي حظي به أثناء وصوله ولفد المرافق له إلى جوبكي وأشار إلى أن هذه الزيارة التي قامت بها الوفد الوزاري إلى جوبكي هي ضمن فعالياته وأنشدته وصبع التضامن الوطني وضيفاً إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعي وتضامن أسيد ألوف إسماعيل عبدو قد خططت مسبقاً لزيارة هذه الناحية وكان ضمن جدول أعمالها بدورها تناولت وزيرة الشؤون الاجتماعي والتضامن أسيد ألوف إسماعيل عبدو في كلمة الله أهداف جولتها في ناحية يوبكي نتابع لقد أردنا بالفعل الزيارة إلى ناحية يوبكي لفترة طويلة جداً ولكن لم نتمكن من قبل لسوء الأحوال الجوية وكان الطريق سعباً لذلك لم نتمكن من القدوم وحقاً كنا حرسين جداً على القدوم لمقابلتكم ولكن الحمد لله اليوم قدر الله لنا أن نكون أمامكم وقالت إن الرئيس شجعني بالذهاب إلى هنا وقد قال لي هذه الجملة أمام الجميع في مجلس الوزراء إنهم أناس طيبون جداً عليك أن تذهبي لرؤيتهم وكانت هناك ناحية واحدة لكل منطقة استفادت من البرنامج الوطني للدعم المالي منها ناحية يوبكي الفرعية التي كانت جزءاً من ذلك لذلك تم إعادة إطلاق مشروع تحويلات نقدية من الصندوق الوطني لصندوق للإدخار والقروض ونحن على علم بذلك وقد فعلنا كل شيء لمدة عام ونصف من الآن لتعبئة الأموال وحتى نتمكن من استئناف ذلك وبذل رئيس الجمهورية كل الجهود ممكنة لدعم الأسر أكثر احتياجاً التي يمكن أن تأتي وتعالج بضيق هذا الجفاف اليوم نبشركم بأنه سيكون هناك تحويلات نقدية مخصصة للنواحي نائية قبل ذلك كان هناك 638 مستفيدة من البرنامج تحويلات نقدية اليوم سوف نتجاوز إلى 1100 مستفيدة ستستفيد بعض المناطق من تحويلات نقدية وبعض المناطق من المؤدن الغدائية وفيما يتعلق ببطاقة تغذية فإن الدولة هي التي تتحمل جميع تكاليف هذه البطاقة السيحية شاملة والمحافظة الفرعية يوبكية التي تستفيد أكثر من بطاقات تغذية هذا هو الهدف من هذا الأسبوع من جهته قال مدير عام الوكالة الجيبوتية للتنمية المجتمعية آدد داعس مدير عام الوكالة سيد مهدي محمد جامع نحن اليوم في إطار أسبوع يوبكي في قرية نحن في إطار أسبوع التضامن الوطني في قرية يوبكي لنطلع عن قرب وبشكل فعال على إنجازات الوزارة ومجهتنا وفرنا دولات تدريبية لمائة وخمسين شابا في ريالة الأعمال ونحن في مكان استراتيجي ومن الضروري تطوير الأنشدة المديرة للدخل لدى الشباب سيتم إنشاء 25 مواقع للتجارة وسيستفيد منها 75 شابا لذلك نحن سعداء للغاية لأن مهمتنا هي محاربة الفقر والحد من بطالة الشباب في إطار مكافحة البعوض والحشرات الضارة بصحة الإنسان قامت وزارة الصحة من خلال المعهد الوطني للصحة العامة في جيبوتي وبالتعاون مع مختلف بلديات العاصمة قام المعهد بإطلاق حملة لمكافحة البعوض ورش المبيدات على مواقع تكاثرها في العاصمة جيبوتي وستشمل هذه الحملة لرش المبيدات في كافة المناطق والأحياء الكائنة في العاصمة والتي تكثر فيها مواقع تكاثر البعوض والتي تصبب مشاكل صحية عامة خلال فترة الشتاء وبالتالي سيقوم فريق من المعهد الوطني للصحة العامة بتوعية السكان حول تدابير الوقاية من إصابة الأمراض التي تصببها البعوض ويذكر أن وزارة الصحة أطلقت بالتعاون مع وزارة الزراعة حملة لرش المبيدات عبر الجو وبالتزاون مع الرش الأرضي وتدعو وزارة صحة سكان إلى دعم جهود مكافأة ناقلات الأمراض من خلال تسهيل عمل للفريق المكلف بذلك تجري عمليات التنظيف العاصمة لإزالة حطام سيارات المهجولة والمهملة وإعادة فتح الطرق العامة على قدم وساقة وذلك بمبادلة من عمدة مدينة جيبوتي سيد سعيد داود محمد هذا وتوجه فريق من مكتب العمدية والمسؤولون والمنتخابون المحليون يوم أمس للحي السابع إلى ملعب البلدية بغية رفع حطام سيارات وتنظيف الطرقات ضمن مشروع جيبوتي سيف النفايات وبدأت هذه الأمليات التنظيفية في وقت مبكر من صباح يوم أمس الخميس واستمرت حتى نهايته وتم تنظيف الشوارع من السيارات القديمة والمهجورة والمترك على أطراف الطرق الرئيسية والأحياء وتنذج هذه العمليات ضمن مشروع جيبوتي سيف النفايات وهي وهو إحدى تدابير ذات الأولوية لخطة النظافة التي أطلقها عمدة مدينة جيبوتي وفي مقابلة أجراها معه التليزون الوطني تناول عمدة مدينة جيبوتي سيد سعيد داود محمد أهمية هذه العمليات لتنظيف طرق وأحياء العاصب وأنها تجري على قدم وساق وقال كما ترون فإننا نواصل فعالياتي وأنشدة المشروع المسمى سفر نفايات ونحن هنا مقابل فرع حزب التجمع الشعبي للتقدم في الحيث السابع الذي يعد من أكبر في بلدية بلعاوس والذي يعد أكبر حياء بلدية بلعاوس وهي أيضا المنطقة التي تضم مقرات لحزب التجمع الشعبي للتقدم منذ الاستقلال لذلك علينا التعامل معها بجدية ومن خلال هذا المشروع سفر نفايات سنجعل عاصمتنا ومدينتنا مدينة نموذجية ولن نتساهل مرة أخرى مع هذا النوع من السلوك الذي يؤثر الرفاهية مواطنين في الواقع لتنفيذ هذا البرنابج يجب أن نوحد قوانا كما تم انتخابنا إلى بلدية بلبلة في إطار مشروع سفر نفايات الذي بدأه عند مدينة جوتي تسلم مكتب بلدية بلبلة بمعدات مهمة للنظافة وقد تم تسليم هذه المجموعة من المعدات في مكتب بلدية بلبلة الوكالة الجيوتية للطرق الدائر وبحضور رئيس بلدية بلبلة سيد محمد حسن وكان الهدف من هذا المشروع هو جعل البلدية بلبلة أكثر نظافة وجمالا ومناسبة لصالح سكانها وقبل أسبوع تم الانتهاء من أعمال بناء طريقين مهمين في بلدية بلبلة وتعديدا في حي لجابلي وحي أورابلي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في مقر مؤسسة فراتكسي حفلا مكرسا لتوزيع الكؤوس والميداليات للاتحاد الوطني لكرة اليد كهيبة من قبل هذه المؤسسة هذا وشيدة المناسبة حضور مذير عام شركة فراتكسي سيد إمانويل لاوري موديس ورئيس الاتحاد الوطني لكرة اليد سيد أحمد محمد طاهر وفي كلمة له في هذه المناسبة أعرب رئيس الاتحاد الجيوتي لكرة اليد عن شكره العميق لهذه المؤسسة فراتكسية التي تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الجيوتي لكرة اليد وأشار أن هذه المؤسسة تعد مثالا ونموذجا لبقية المؤسسات والشركات التي تنشط في البلاد ويشار إلى أن مؤسسة فراتكسي تعد من أبرز المؤسسات التي ترعى مختلف الأنشطة والمسابقات الرياضية منذ أربعين عاما وفي كلمة له أشار المدير عام شركة فراتكسي لأن هذه الخطوة تتأتي في إطار سياسة المؤسسة الرامية لضمان تكريس مبدأ المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في ترقية وتطوير الرياضة الوطنية منوها في ذات الوقت إلى أن مؤسسته منذ نيل بلادنا الإصغال المجيد تساهم في دعم الاتحادات والأندية المختلفة مؤكدا أن المؤسسة ستواصل جهودها الرامية إلى دعم الأنشطة الرياضية المختلفة في جمهورية جوته وفي ختام كلمة أوضح أهمية العمل التطوعي الذي يصب في خدمة المجتمع وتعزيز دور الشركات في خدمة ومساندة المجتمع إلى الصومال أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل 61 من ميليشيات حركة الشباب نتابع أعلنت الحكومة الفيدرالية مقتل 61 من ميليشيات حركة الشباب في عملية بمنطقة حوادلي في إقليم شبيل الوسطى المجاور للعاصمة مقدشو وأشار بيان أزدرت وزارة الإعلام الصومالية إلى أن قوات تابعات القوات المخابرات والأمن الوطني بتعاون مع الحلفاء الدوليين استهدفت تجمعا لنحو 150 من مقاتل الشباب في منطقة الزراعية بدواحي حوادلي وأضاف البيان الحكومي أن العملية المخططة التي تسببت في مقتل 61 عناصر الشباب أدت أيضا إلى تدمير سيارتين مليئتين بالمتفجرات يشار إلى أن الجيش الصومالي يقوم بدعم من الميليشيات العشائرية في الآوينة الأخيرة بعمليات عسكرية واسعة نطاق ضد ميليشيات الخوارج في عدة مناطق بجنوب وسط الصومال دوليا تشير أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي السادرة في العاشر من يناير الجاري إلى حدوث انتعاش متواضع في النمو وارتفاع بطيء في دخل الفرد في إفريقيا نطابع تشير أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي السادرة في عشر يناير في عام 2022 إلى حدوث انتعاش متواضع في النمو وارتفاع بطيء في الدخل الفرد في إفريقيا جنوب السحراء في عام 2023 وتتوقع مؤسسة بيرتون نموا بنسبة 3.6 في عام 2023 للاقتصادات من المنطقة ومن الصعب أن تستعد اقتصادات إفريقيا جنوب السحراء دلماكيتيا قبل انتشار وباكوفي 19 في عام 2023 ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل ضفيف ليقف عند 3.6 في عام 2022 و3.8 في عام 2023 وفقا لآخر توقعات البنك الدولي الاقتصاد العالمي أما بالنسبة لزيادات في الدخل الفردي فلابد أن تكون 1.2 فقط في المتوسط في منطقة للأعوام عام 2023 وعام 2024 نهاية نشرتنا المسائية لهذا اليوم قدمناها لكم من تلفزيون جوتين نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة